السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى انكم تكونوا باحسن احوال يوم شاء الله مع فيديو جديد وصفة جديدة سهلة في متناول جميع يوم شاء الله سنحضر هاد الوصفة هادي بدون كريمة او باش عمل كجي رائعة سريعة تحضير ما فيهاش الحم بالنسبة للناس اللي هاكا ما كيبهوش الحام او عندهم مشكل مع الحم هاد الوصفة هادي را زوينة بزاف غنية بالخضر وصحية ولديدة بزاف ما عادش نقول لكم بلدة ديالها البنات كنتمنى انكم فعلا نجربوها وغادي تقارنوا المضاق ديالها ولدة ديالها بالوصفات الاخرى ديال بشامال والكريمة انا ما جانيش كين الفرق نهائيا كتجي احتها هي لديدة بزاف كنتمنى انكم فعلا نجربوها وفي الممدى في الوصفة كن مرنقوا لبنات لي اول مرة يشاهدوا القناة ديالي مرحبا بكم عندي ما تنسوش انكم تشوفوا المحتوى القناة كنتمنى انه يعجبكم كين بزاف ديال الوصفات السهلة والبسيطة وما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس وده بغا ندفل الوصفة كم مشتو خديت مقلة وضعتها على نار يعني متوسطة ودرت فيها زيت الزيتون ونضيف فيها البطاطة اللي قطعت بالنسبة للخضر اللي استعملت كم مشتو عندي هنا البطاطة عندي الجزر بروكولي وعندي الدنجال اللي كيعطي واحد المداق واحد اللد دازوينة والفلفلة حب وحدة ديال الفلفلة وبصلة واحدة هدو هما الخضر اللي انا استعملت في هذا الوصفة وبالنسبة للخضر ره يمكن لكم تغيروا كيف مما بغيتو غير اللي اهم المهم فاتشي وهي الطريقة من الخضراء كتبقى اختيارية حسب الضوغ بعد ما قطعت دوك جوج حبات ديال الجزر درتهم مع البطاطة وهذا نخليهم هاك يتشحروا مع ديك البطاطة مرة مرة كم بقى نحرك مع ذاك الزيت والذيت خاصه يكون شوية بزايد ماشي بزاف وانما ما يكونش قليل بزاف وذيت كان نضيف في البروكولي كذلك كان قطعه هكا متوسط ماشي نرقيق بزاف باش يبقى باين وكيبقى احت ذاك العريش ديال وذاك الجدر ديال ورا ما كان نقصوش بزاف وحتى هوا البنات ما تبقوش ترميوه قوو تنقيوه قطعوه دوائر راه كمنيكي طيب كيجيزوين بعد ما قطعت البصلحة هي شرائح كيف ما كتشوفو ضفتها مع الخضر وغدا نحركهم شوية ومن بعدها غدا نقطع ديك الفلفلة والدنجالة بالنسبة للدنجالة ما استعملتهاش كاملة يعني كانت شوية كبيرة خذيت غير نصها والدنجالة اللي بنات في هاد الوصفات راه كيجي لديد مع ليقراتها هكا وجميع الوصفات أنا كيعجبني حتى في الطواجن راه تنجال كيجي أنا كندخله في كل شي فليب بات في كل شي صراحة كيطلقوا حد لده زوينة بثاف واللي كيقول وراه كيطلق ذاك المديال وهذا نهائيا هو العكس هو كيخطر لاصوس ومن بعد ما قطعت جميع الخضر اللي عندي ده بغدا نضيف شوية ديال ملحة مع الخضر باش هكا تاخد ديال بسرعة ودبال غدا نحركها شوية نغطي على تقريبا واحد خمسة ديال دقايق مهم بين خمسة حتى العشرة ديال دقايق منتو معل حسب الخضر اللي عندكم بالنسبة لحنا هنا في أوروبا راكم كتعرفوا باللي الخضر ما كتاخدش الطياب كتطيب بسرعة كيما كتلاحظوا باللي الخضر بدت كتاخد شوية الطياب غدا نطفع ليها من بعد ما طفيت على الخضر دس الدبة باش نحضر الخريط اللي غدا نستعمل باش ندخلها للفورن عندي هنا المكونات كاملة اللي غنحتاج عندي ثلاثة الحبات ديال البيض اللي غنستعمل وإلا كان عندكم البيض كبير ديروا غير جوجات أنا عندي هاد البيض اللي عندي صغير الحجم دياله ودر ثلاثة عندي نص كاس ديال زيت الزيتون انتم ما استعملت بالزيت العادية ديال الطياب وولا اللي كان خلطتهم مزيان وغدا نضيف دبا الحليب عندي 500 ميلي لتر ديال الحليب اللي راني استعملت وغدا نضيف ثلاثة ديال مع الكبارين ديال ديال دقيق بعدما خلطت الخليط هاد نضيف هنا استعملت شوية ديال الفلفلاء حارة مع الحلوة بودرة يعني خلطتهم مع بعض شوية دلملح فلفل اسود او الابيض اللي متوفر والمعدنوس باش اعطيكم ديك النسمة اللي تكون زوينة في القاعة الخضرة ما بعدما طفيت عليا كيف مشتو رها طابط نص طيبة تقريبا غدا نوضحها في هاد اللاطة للفرن صافي كما كتشوفو كتوزع هاد الخضرة كاملة في هاد اللاطة مزيان وغدا نضيف عليها الخليط اللي راني خلطتكم بيلا ديال الحليب والبيض والدقيق كيف مشتو بالنسبة للدقيق راني ارتغيه شوية را ما كترتش غير باش يجيكم دك الخليط متماسك وصافي دبا غدا نقادها وندخلها للفرن ومبعد ما بدتك الطيب خرجها من الفرن كيف ما كتشوفو غدا نرش عليها شوية ديال الفرماج المودزاريلا ولا اي فرماج عندكم يكون يعني ديال القغاطة هكا كي جيزوين كليكم ضيفوها نضفت الفرماج مودزاريلا وغدا نعود ندخلها مرة خلال الفرن وكيجي دهبو شكل دياله بعد ما خرجها من الفرن كيجي متماسكة ما كيجي دك الخليط دياله الحليب او لهذا يعني فائض وانما كيجي دك شي كيجي القغاطة يعني كيجي القغاطة يعني شعر براس وكيجي مجموع وكيجي معلك في المضاق دياله والبنات ما يقولش لكم كيجي ببنين بزاف كنتمنى فعلا انكم تجربوه بدون جاج او كفتاء او لا شي حاجة اخرى او لسامك مهم كيجي بالخضر فقط ولكن لديد بزاف وكنتمنى لبنات ان هاد الوصفة تكون عجباتكم وإلى عجباتكم وما تنسوش انكم تخليوا لي لايك والاشتراك في القناة إذا كنتم مازال متشاركتورش وانطلقوا ان شاء الله فيديو اخر سلامة